بعض المجمعات الصحية يوجد فيها طباء ذكور لأمراض النساء والولادة مما يتحرج منه البعض ويترك الفحوصات والعلاج في هذه المجمعات ويذهب بأهله إلى ماكن بعيدة ما نصيحتكم في هذا الجانب الذي أعلمه أن مجتمعنا هذا ولله تعالى مجتمع مسلم ما عرف غير الإسلام ديناً مذ أسلم أهله على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الأصل في المجتمع أن يدارى بما اقتنع به من أفكار ومعتقدات لا أظن أحد في المجتمع يريد أن يطلع رجل على عورة امرأته لا أحد يرضى هذا الشرع لا يرضاه عادات الناس لا ترضاها المفترض أن يكون هناك تعاون بين الناس كلنا ولله الحمد مسلمون كلنا ولله الحمد نريد أن نلتزم بأمر الله لكن قد يغفل بعض الناس عن هذه الأحكام ومن هنا فالأصل في التطبيب كما يقول الفقهاء أن تطبب المرأة النساء وأن يطبب الرجل الرجال هذا هو الأصل العام فلا يصح إن كان هذا التطبيب يستلزم إظهارا للعورات أو لمسا لا يصح أن يطبب الإنسان رجل آخر أو جنس آخر من غير جنسه هذا هو الأمر العام لكننا في الجانب المقابل نقول إن كان هذا التطبيب لا يوجد غير هذا الطبيب أو إن كان الطبيب المحترف الذي يمكن أن يعالج الإنسان هو الطبيب من غير ذلك الجنس في هذا الحال نعم هناك رخصة ولا حرج أما مع أحوال السعة والاختيار فلا يطبب الإنسان أحد من غير جنسه والله أعلم